موسيقى السلام عليكم متابعين الأعزاء أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية نقدم لكم اليوم معنى اسم راما وشخصيتها وصفاتها حيث أن اختيار اسم جميل للمولود الجديد من أهم الأمور التي يفكر فيها الأمهات والآباء خصوصا عند التعرف على نوع الجنين سواء ولدا أو بنت ومع انتشار الكثير من الأسماء العجيبة الجديدة التي لم نكن نسمعها من قبل ورغبة الآباء والأمهات في تسمية البنات بأسماء غريبة ومميزة وغير منتشرة أصبح من المهم التعرف على معاني الأسماء الجديدة ومن هذه الأسماء اسم راما سوف نتعرف على معنى اسم راما في هذا الفيديو ونتعرف على حكم التسمية به لأنه اسم غريب ولا يعرف الكثيرون هل هو اسم حلال أم حرام التسمية به معنى اسم راما اسم راما هو اسم علم مؤنث من أصل هندي واسم راما هو في الأصل اسم يسمى للمذكر أي أن أصله اسم علم مذكر أما الآن يسمى للإناث في الكثير من البلدان العربية وهو في الأصل اسم بطل في ملحمة الرمايان الهندية كما أن أصل اسم راما جاء من كلمة رام وكلمة رام تعني الرب وهو الإله في السانساكريتية كذلك للتعرف على معنى اسم راما في اللغة العربية يمكننا أن نقول أن معنى اسم راما يعني الراما التي هي اسم الموضع تحت الكعبة وهذا ما قاله الكثير من العرب عند تسمية الإسم للإناث وهناك أيضا أسماء مشتقة من اسم راما مثل اسم راك ويعني أنه نوع من أنواع الشجر حكم التسمية باسم راما في الدين الإسلامي اسم راما يعبر عن أنه آلهة الهنود وفي الدين الإسلامي يحرم التسمي ببعض الأسماء التي تحمل بعض المعاني ومنها التسمية بأسماء الأصلام وأسماء الآلهة المعبودة من غير الله سبحانه وتعالى وإذا سمينا البنات والأولاد بمثل هذه الأسماء فإن هذا من الكفر ومن التشبه بالكافرين وهناك الكثير من الفتاوى في الدين الإسلامي القائلة بأنه لا يجوز التسمي بأسماء الآلهة والأصنام مثل أسماء مناف وأسماء اللاتي والعزة ومنات ومنهم اسم راما لأنه إله عند الهندوس رغم أن البعض قالوا إن الإسم معناه العزيمة والإصرار عند الهنود اسم راما تم ذكره في القصيدة الملحمية راميانا وكان راما هو البطل وزوجته في الرواية اسمها سيتا وجاء الكثير من الثناء والمدح لهما في القصيدة وأصبح راما هو الإله والهندوس يعبدونه هو وزوجته سيتا إذن فإن اسم راما يعتبر إثما وحرام ولا يجوز التسمية به أما عن الصفات العامة لحميلة اسم راما فهي فتاة جميلة وتعتبر رقيقة أكثر من البنات ممن حولها وهي بنت ذات خيال واسع بالإضافة إلى أن كل من يراها ينجذب لجمالها وجمال شخصيتها بالرغم من أن البنت التي تسمى راما تتميز برقة ملامحها إلا أن لديها بعض الصفات السيئة مثل عصبيتها التي تجعل بعض الناس ينفرون منها وتجعلها هذه الصفة تخسر الكثير من أصدقائها كما أن راما فتاة مهذبة ولكن مترددة وغير قادرة على اتخاذ القرارات الحياتية بمفردها بل تستشير من حولها ولا تستطيع أن تتخذ قرارا سريعا أو مصيريا أو حاسم وشخصيتها وصفاتها أتمنى أن يكون قد حاز على رضاكم وإعجابكم كما أدعوكم للكشف عن المزيد من معاني الأسماء الأخرى والمميزة من على قناة معاني الأسماء دمتم في حفظ الله ورعايته عزيزي المشاهد إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للإشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء المترجم للقناة